في ظل تزايد حدث الأزمات العالمية التي تتجسد في الصراعات المسلحة والكوارث الطبيعية المتكررة والاضطرابات الاقتصادية المتسارعة يواجه العالم تحدياً كبيراً يتمثل في تزايد أعداد الجوعة بشكل مقلق وفي هذا السياق وجه برنامج الأغزية العالمي نداءاً عاجلاً للمجتمع الدولي لتقديم تمويل عاجل قدره 16.9 مليار دولار لمواجهة هذه الأزمة الإنسانية المتفاقمة البرنامج أشار إلى أن هذا المبلغ الضخم والذي يعادل ما ينفقه العالم على القهوة في أسبوعين فقط سيكون كافياً لإطعام 123 مليون شخص يعانون من الجوع الحاد من بينهم 1.9 مليون شخص على شف المجاعة وتتركز هذه الأزمة بشكل خاص في مناطق مثل غزة والسودان وجنوب السودان وهايتي ومالي حيث يعاني السكان من مستويات غير مسبوقة من إنعدام الأمن الغزائي نتيجة للنزاعات والكوارث الطبيعية والظروف الاقتصادية الصعبة المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين أكدت أن الاحتياجات الإنسانية تتزايد بشكل أسرع من قدرة المنظمات على الاستجابة دعية إلى تضافر الجهود الدولية لتقديم الدعم المالي والدبلوماسي اللازم لمواجهة هذه الأزمة ويكشف تقرير برنامج الأغذية العالمية عن أرقام مقلقة حول انتشار الجوع في العالم ففي الشرق الأوسط يعاني مناطق مثل غزة والسوريا واليمن من مستويات عالية من إنعدام الأمن الغذائي حيث يصل معدل انتشار الجوع الحاد في غزة إلى 91% وفي إفريقيا يواجه أكثر من 170 مليون شخص الجوع الحاد مما يشكل نصف احتياجات التمويل للبرنامج لعام 2025 كما يعاني 88 مليون شخص في آسيا والمحيط الهادئ من الجوع الناجم عن الكوارث المناقية إن الأرقام والأحصائيات التي قدمها برنامج الأغذية العالمي تدق ناقوس الخطر ويدعو البرنامج المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته واتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه الأزمة الإنسانية المتفاقمة لإنقاذ ملايين الأرواح من براثن الجوع